يا أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم هاني واليوم جايب لكم مقطع نظرة أولية لـ Update 4.1 وبإذن الله في هذا المقطع رأي شرح لكم كل شي صار في البث ورح أعطيكم ملخص سريع لكل الأشياء اللي صارت في البث وبإذن الله أعطيكم تحليلاتي وتوقعاتي ورأيي بس قبل أن نبدأ يا جماعة في نسبة كبيرة منكم ممسوين سبسكرايب بلس نسوي لايك وشير والسبسكرايب بلس نفعل جرس تنبيهات عشان توصلكم لديهات أول بأول أخيرا وليس آخرا بسحب أتكلم قبل ما نبدأ المقطع عن Giveaway مسوينه متجر تويكس في هذه الفترة أي أحد يشتري من متجر تويكس ونفس ما تشايفين هنا فوق عندكم فرصة إنكم تدخلوا سحب بقيمة 200 دولار ومتجر تويكس نفس ما أنتوا عارفين متجر غني عن التعريف أسعارهم مر خرافية مقارنة بالأسعار الرسمية وطبعا رسميين موثقين بمعروف لا تنسوا شيكوا عليهم الرابط بالوصف وطبعا في النهاية لا تنسوا تخدموا كود خصم هاني عشان نجيكم خصومات زيادة يلا نبدأ بالمقطع طيب طبعا في البداية رح نتكلم عن القصص وإيشة الثيم حق الأبديت كامل أول شي هو يوفيرس أعلنت عن 2 أركون كوست بتكون خاصة في فونتين طبعا والأبديت القادم وي رح تكون تكملة لقصة فونتين اللي لعبناها قبل كده احنا طبعا في أبديت 4.0 اللي لعبنا الشابتر الأول والثاني في البداية القادم رح يكون متواجد الشابتر الثالث والرابع وطبعا من التريلر والقصة اللي شفناها واضح إنها مرة مملعة وممتازة لأمانة شوقوني مرة كثير في بداية القصة جابونا وإحنا مسجونين مدري هما سجنونا شكلوا السجن هما غلط لأنه حرفيا شفنا الناس كلهم قلبوا على أركونا وقلبوا على نفليت المسكين قاعدة تمطر دحان السماء دائما واضح إنه قاعد يبكي وزعلان وشوفنا كمان أرليتشينو خطتها واضح إنها ممكن تبطلعت شالد من السجن سوت مقابلة بسيطة بينها وبين نوفليت وبين الأركونة في الأمانة أنا جدا متحمس لهذا الشيء ومتحمس مرة القصة لبداية القادم أتوقع إنها بتكون قصة مرة خرافية وأكيد بيسو فيها شغل ممتاز عادي بغالنا ننتظر ونشوف وبالنسبة للمنطقة الجديدة هي المنطقة اللي احنا كنا شايفينها من أول من بعيد منطقة المكعبات المائية اللي في السماء واضح بتكون منطقة حلوة نفس ما نشوفنا فونتين المناظر ومن ناحية المناظر مرة مبدعين فأتوقع إنه المنطقة ما عليها أي خلاف بتكون مرة ممتازة والإبداع فيها توب طبعا غير قصص الأركون كوست أعلنه عن اثنين قصص توري كوست خاصة بشخصية نوفليت ورزلي أكيد في القصتين هذولة رح نتعرف عن الشخصيات أكثر وأكيد رح نعرف مجرى حياتهم طيب بعد كده هويوفيرس أعلنه عن اثنين بوسز خاصين بالمنطقة الجديدة واضح إنه الاثنين دولا بيكون الأسنشن ماتيريال حق نوفليت ورزلي وأتوقع إنه الآلي بيكون خاص برزلي ونوفليت بيكون اللي هي الشي اسم الكهرباء دي يا يميكو يا أخي يا الله تعلمها والله أعلم بعد يبغى أن ننتظر ونشوف وعلى طارق نوفليت خلينا نبدأ نتكلم عن البانر الأول من الأبدات القادم والفيزي الأول رح يكون فيه هوتاو ونوفليت عاد لا أحكي لكم بانر الأسلحة دا بيكون مرم ولا هيا حد ما جاب الهومو ممكن دي فرصتك بس طبعا ما أنصح هيا حد يدفع لبانر الأسلحة هوتاو غنية عن التعريف من أقوى شخصيات البايرومين دي بي اسز لفترة طويلة كانت الأقوى طبعا بعد وصول ليني ليني صار أقوى منها ولكن تظل شخصية جدا وسطورية عن نفسي أنا شخصيا من ناحية سي زيرو أكره ألعب بها مشكلة تشارج حقتها الله ليوريكم وعن نفسي أفضل أي شخصية بايرومين دي بي اسز ثانية القرار في النهاية بيدك أنت أروح مع شخصية اللي تحبها للأمانة ولكن خلينا نتكلم عنه فيلت شويتين نحن باقي ما شفناه أرقامه ولكن شفناه تنظام طريقة لعبه شويتين نظام الكور كيف يأخذها ويمل التشارج حقته بسرعة وكل تشارج يسويها تهيله وواضح أنه هو بيعتمد على الست الجديد ست الريت وبرضه بيعتمد على الاتش بي والدماج الأساسي واضح بيكون من تشارج أتاك المميزة حقته لأنه من اللي شفناه الألت والسكيل حقته تنزله كور وتخليه يسوي تشارج أتاك حقته المميزة بقوة أتوقع الرو دماج حق نفليت يكون مرة أسطوري ومرة قوي فاستيماد حقته الله يستور مدري يبغال ننتظره نشوف لأنه شكلها معقد الأمور فخلينا ننتظره نشوفه ينزل ولكن مبدعيا نتوقع أنه بيكون شخصية جدا أسطورية فخامت قيدها تكفي بالنسبة للبانر الفيز الثاني عندنا ريزلي مع فينتي بعد ريزلي شفناه شخصية ملاكم كرايو أول شخصية كرايو كاتريست باللعبة كاملة أنا مرة متحمس له للأمانة وأحس الأنميشن حقه مرة حلو قلت ممكن هاها الأنميشن حقه موضع كالشي بس مرضه ممتاز أتوقع دمجه بيكون عادي الأمانة ولكن مع شينكا ممكن يكون دمجه محترم بزيادة الله أعلم ممكن يكون غلطان بس أنا عن نفسي أحش زي سكارا الأمانة سكارا بدون فروزان مو مرة داك الشي مع فروزان دمجه مرة بيغتفع أتوقع ريزلي بيكون نفس الشي والله أعلم لسه باقي ما نزلت الشخصية ما يمدينا نحكم الأمانة ولكن مبدعيا نتوقع أنه بيكون نظام مو نفس نظام سكارا وطبعا أتوقع بيكون أفضل ست له ستة ريت الجديد لأنه واضح ينقص الهيل نفسه لو استخدمت السكيل لو دخل بالهيل كمان أتوقع عنده تشارجتك مميزة لو كان الهيل حقه أقل من 60% يعني عنده شيئا ممتازة ومميزة وأتوقع منه شيئا أسطورية بنسبة الفينتي فينتي غني عن التعريف أول شخصية نزلت في اللعبة أفضل شخصية تجمع في اللعبة ولكن لا مانا لو عندك كازوها مثلا أمو مرة أنصح أنك تجيبه ولكن بالنسبة لي أنا يعني مرغم الناس تسفل فيه ومو كثيرين يحبوه أنا عن نفسي أحب العبي يعني لو تشيكوا على مقطع لبس اللي سويته أول مرة فلور 10-11 دائما فينتي موجود يعني للأمان ولو عندك كازوها مو مرة أنصح أنك تجيبه وغفر للغركونة أبرك وبالنسبة البنرة أكيد سلاح فينتي وسلاح رزلي بيكون موجودين أتوقع سلاح رزلي بيكون جدا أسطوري هذا مو نفس قوة بانر الفيز الأول بالنسبة ليفنتات قلنا نعلن عن خمسة إفنتات أساسية هو الإفنت بيكون الإفنت الكبير حق كل أبديت بيكون خاص بفينتي ووتاو في داخل مينا جيم صغيرة ومنه بيعطونا سلاح كتاب مجاني أكيد R5 وأكيد برايمو جيمز وكراون بعد كده أعلنوا عن إفنت خاص بشخصية كلي إفنت صغير بياطة برايمو جيمز إفنت تحت الماء وإفنت قتال جديد وأخيرا إفنت دبل كتب التالنت أخيرا سوى تحسين نظام اللعبة شويتين والشيء اللي حبيت تركز عليه هو نظام الديلي الجديد بيكون فيه نظام نفس نظام هون كاي ستار ريل اللي يعرف نظام النقاط شويتين ولكن نظام الديلي القديم برضو ما رح يروح وإنت عندك الحرية أنك تختار أنك تسوي بنظام الديلي الجديد أو نظام الديلي القديم أو حتى يمكنك تلخبط بينهم فهذه أشوف أنه تحسين مرة حل للعبة وأتمنى أنه يضيفوا تحسينات ممتازة أكثر من كده للمستقبل طيب آخر شيء بتكلم عنه هذا الشيء يعني آه الله الشيء دا يعني ما كتبه وتحفظ فيه بس يلا جوائز السنة رح يعطونا عشرين سحبة شوية مورة كتب شويتين مع أربعة فراجيل حيوان أليف جديد وبس والله نفس حقة كل سنة يعني لما أنا أنا يعني هذا بالنسبة لي كان شيء مرة متوقع شيء زعل أنا بالنسبة لي الصراحة يعني ما أخفي عليكم أنا كنا زعلان شويتين مع أني متوقع هذا الشيء بس مو مرة يعني شوفت ناس عندي في البيت كانوا مرة زعلانين بزيادة اللي يسبسب واللي يبكي واللي هذا إيش كنت تتوقعوا من شركة زي كده ما رح تعطينا ولا شيء من يومها زي كده إذا كنت تتوقعوا شخصية فيفستار في الذكرى السنوية دولة توقعوا ممكن من هون كايا مو من قنشن قنشن انسوا هذا الشيء ودائما لا تضعوا أملكم في اللعبة كيف عشان بعدين ما تتحطمو وتزعلو فيعني ايش نسوي لو أنا بوي نسبة لي أنا أشوف أنهم ما يستحوى على وجههم جواز السنة زي إيها زي السنتين اللي فاتت لا وفوق هذا ذكروا جناح حتى ما قالوا لنا ماذا وضعوا قالوا لنا إذا تشايكوا على الجناح ادخلوا موقعنا ومادلاش مايبوا يقولوا أن الجناح بفلوس يضعوا جناح بفلوس عاد الله أعلم إذا يغيروا هادالشيء ولكن فيه جناح الجناح خلوه بفلوس تخيلوا الله شيء مضحك بالنسبة ليه شيء مضحك ويزعل يلا الحمد الله على كل حال أنا بس اللي قاهرني انه مثلا لو ما اشوف أرباح تورو فانتسي اللي بيجيبه بس مليون دولار في الشهر مقارنة بقنشن اللي بتدخل أرباح الله لا يوريكم 30 ضعاف ولا 50 ضعف تورو فانتسي وفي النهاية تورو فانتسي قدرت تعطي مثلا لكل لعبينها 75 سحبة عشان يوصلوا بيتي كامل لكم انت تخيلوا أما بالكم قنشن اللي ثروتها تبلغ فوق المليارات وفي الشهر يكسبوا فوق المئة مليون هل منجد ما يمديهم يسووا هذا الشيء؟ يعني هذا أقل شيء احنا نستاهله كلعبين كصانعين محتوى انه ما يعطونا حقنا شويتين وانه احنا اللي دعمناهم ورفعناهم لهذا المكان يالله ايش نسويها هي 20 سحبة هي 20 سحبة ما في شيء غير الحمد الله على كل حال أقل هات دبلات الكريستالات اللي في الشوب رح تترست يعني اللي حاب يشحن لا تنسي تستخدم كود خصم هاني من متجر تويكس يالله الحقوا على دبلاتكم قبل لا تروح وبس والله ان شاء الله يكون عجبكم المقطع وان شاء الله انكم تخفيف ورطيف عليكم اتمنى ما حديث على عد ايش نسوي لا تزعي لنفسكم مو سهلة ولا ترفعوا أمالكم مرة ثانية خلوا أمالكم يا شيخ تحت الأرض عشان ما تتحطموا بعدين يالله كان معكم أخوكم هاني شوفكم على خير ان شاء الله فقرب وقت يا جماعة وفي أمان الله وإذا انتم مهتمين بشحن الكريستالات متجر تويكس أرخص متجر في السوق يوفر لكم شحن لعبة كينجين إمباكت وهون كايستار ريل لا تنسوا شيكوا عليهم تستخدموا كود خصم هاني عشان يجيكم خصومات طبعا غير كذا فلحنا خاصية الانتساب خاصية الانتساب غير جبارية واللي حاب يدعمني أكثر رمدي ينتسب وعندكم أربعة فئات للمنتسبين شكرا لكل اللي تأخذوا خطوط المنتسبين الزيادة بأي فئة ما تدروا قد كيف أنتم تساعدوني من ناحية جودة القناة الله يسعدكم يا رب والله لا يحرمني منكم شكرا لكل المنتسبين شكرا للمشاهدة